موضوع شائع في وقتنا الحالي ربما أصبح فيه المستشفيات بشكل يومي الله يكافرنا الشر هو طبعاً موضوع يخص الأطفال عيالنا الصغيرة اللي يحفظهم للأسف يعني همال ما ندري من منه ولكن مو موضوعنا الهمال موضوعنا هو العلاج النقامة و أي شيء بالأرض يأخذونه يأكلونه و يبلعونه و هذا يسبب أبراظ وأضرار كثيرة نرى هذا التغرير و نرجع لكم من المشاكل الشائعة بين الأطفال خلال مرحلتي الطفولة المبكرة و المتوسطة أن يلتقطوا كل ما تقع عليه أنظارهم من الشياء و غالباً ما يضعونها في أفواههم فهي جانب من عملية محاولة استكشاف العالم من حولهم بواسطة أعضاء الحواسي لديهما بما فيها أفواههم وهذه المرحلة تتسم بعدم قدرة الطفل على التمييز وتكمن خطورة الأمر في ابتلاع تلك الأشياء لا سيمة الصلبة منها ما يجب على الأهل اتخاذ الاحتياطات لحمايتهم و معرفة كيفية التصرف في حال حدوث ذلك بسمكم الرحب بالدكتورة سعاد أبل استشاري جراحة أطفال و رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى بن سينة مساء الله بالخير مساء النور سمعت بأن الحالات للأسف هذه متزايدة حاليا للأسف طبعا يمكن معروف عند الأطفال من سنة إلى الأربع سنين تقريبا يحبون يجربون و يحطون أشياء بحلجهم يستكشفون الطعم و الملمس فالحاسة تذوق عندهم ويد كبيرة فيحبون دائما أن يحطون أشياء بحلجهم لا يميز الطفل إذا كان مادة غذائية أو اللعبة أو شيء ضار فللأسف هو يتيلنا حالات أن يكون الطفل بلع المواد هذه يمكن ساعات الأمهات لا يشوفونها لا يكون متواجدين وقت الحادثة لكن يعني يبين الياهل يبدأ يكح أو يقول ما فيه شيء ناقص أنا شفت فلوس مكتوطة والياهل يبدأ يكح فأنا حسباني أن يمكن بلع شيء فمثل ما تفضلت الأمور هذه واردة وقعد تزيد نحن نشوف حالات زيادة للأسف حوادث تصير في البيت لا نريد أن نتكلم عن جانب الاجتماعي نريد أن نتكلم عن العلاجي أو بالأحرى الوقائي إذا الياهل بلع شيء بلع فلس ولا خمس فلوس ما أقدر أعرف هل أحس أن كرم سامن يرجع هل أنه بطنة بعورة هل يسخن لأنه ممكن إذا سخنوا لكذا أقول إذا أعطوا أدول وعطوا مادرشون وقعدوا بالبيت طبعا غالبا إذا بلع مثلا مية فلس أو أشياء لا لها أي ضرر لا مادة حادة يمكن لا تسبب لألم أو مجسم في الأمعاء يعني دكتورة بشكل عام إذا مثلا عندي الياهل قاعد يلعب بروحها وما في شيء يسمي له عليه صحيح فجأة بدأ يرجع أو بطني عورة وكذا على الطول أودي المستشفى يعني يفضل إذا أنت كنت شاك عرفت شلون خاصة إذا الأعراض كانت يعني مستمرة لكن متى تصير الحوادث يعني أكثر خطورة على الطفل لمن الطفل مثلا يشرق أو يغص فيها طبعا هذه راح تلاحظها هذه تبين تبين أكيد لكن في الحالات هذه ضرورة أن يعني نحاول نسوي مثل اللي هي محاولة أن إخراج المادة هذه أو عن طريق مثلا أن الياهداء كان تقلبها تقلبها تحاول نطق بطريقة على ظهرها من وراء على ظهرها من وراء من وراء اي انزيل ساعات يكون غاص بس هنا بها الفوق يعني بالعمة من فوق حتى لو تقدر تحط إيدك وتطلعه ونطلعه أفضل إذا كان الطفل لا قاعد يسوي يعني فيه صوت يعني بالتنفس خاصة هذا لا يضطر أن يروح المستشفى وإخراجه تحت يعني وضع يكون مع دكتور تخدير دكتور جراحة تصير جراحة متى نوصل إلى مرحلة الجراحة الله يكافي نشير يعني طبعا الجراحة نحن ما نضطر أن نفتح أو نسوي أي جراحات إلا إذا ما قدرنا نشيل المادة هذه عن طريق مثلا المنظار أو أمبوبة أو عن طريق نعم أو شيء سيء يعني مثل مثل ملقب ممكن أن نشيلها من الحنجرة لكن عندنا أشياء ثانية يقل أن نكتشفها في الوقت الحالي خاصا في خلال السنة هذه نعم يمكن نحن شفناها وايد في مستشفى ابن سينة قسم جراحة الأطفال أن الأطفال بدوا يبلعون مثل كريات مغناطيسية هذه بعد بنوين يعبوا ألعاب هذه هي عبارة هي لعبة مغناطيسية الضم كريات صغيرة من المغناطيس عرفتم دكتورة تقريبا أكثر من 200 حبة صغار صغار المفروض أن تشكل منها كشكل أو مجسم هي مو لعبة للأطفال الصغار هي مجسم ينحط كشكل في مكتب أو في البيت لكن للأسف لأنها حجمها صغير ويلمع ترى الأطفال دائما يبلعونها والمغناطيس اللي فيها نوع المغناطيس جدا قوي أكثر يعني شدة المغناطيس فيه 15% أشد من المغناطيس العادي لدرجة إذا أنت حطيته بين جزئين يعني مثلا بين قماش يمسك يمسك إذا حطيته بالأمعاء إذا كان بالأمعاء وفوذا شفنا يخرم الأمعاء فهنا يصير مشكلة فالواحد يدير بال أنا شخصيا شفتها كان عندي عيالة أحفظهم أنا خفت منها وقطيتها فضروري بأن الأم والأبو في مثل الألعاب هذه الحديث التي تحدث فالدكتور ليس المغناطيس في نفس الطريقة مثل لزق مثل الطين عبارة عن كور صغيرة و للأسف ترى هذا من وين يبونا يبونا يقولك من المدرسة يعني هذا نشاط في المدرسة المغناطيس هذا للأسف قام نباعه عندنا في محلات الألعاب محلات الألعاب فإحنا لما نشفنا أن المغناطيس هذا قاعد يسبب التصاق بين جزئين من الأمعاء وسبب خرم بينهم نضطر أن نسوي عملية لإخراج هذه المغناطيس ما يطلع مثل أمياتفلس الأمياتفلس مو مغناطيس لو علاج وفيها علاج أمياتفلس مو مغناطيس يمكن أن ننتظر على الطفل ويخرج المادة المعدنية هذه هي النقود المغناطيس لكن المغناطيس لا المغناطيس يجب أن عملية جراحية لأنه تسبب ثقب وما تتحرك مثل أمياتفلس أو أي مادة ثانية فالدكتورة يجب أن ندير بالنا عدل على الألعاب التي ندخلها لأي عيالنا لا نستهن بأي شيء ولا نجام لأحد لعب فيها لا نجام وطبعا أنا كذا مرة سألت الأمهات وقلوا الأب شاريها وطالبها من أمازون أو طالبها من بره يعني عن طريق الإنترنت في أهالي قالوا لنا لا يا أبو لنا يا هدية في أهالي قالوا لا وعساس أنها لعبة في طفل أكبر من أربع سنوات كان عمره تسع سنين قبل سبعين ثلاثة كان عندنا وقاعد يلعب فيها فسألت لماذا لعبت فيها يعني أن الطفل عمرك تسع سنين ليس من طبيعة أن يبلع لأي شيء نعم يقول أنا رأيت برنامج تحدي أو إيه في التلفزيون في التلفزيون في اليوتيوب وغير وغير يقلد هذا وللأسف بلعب وطرنا نسوي عملية جراحية لاستئصالها فقاعدة أشوف يعني قاعد نسوي عمليات حق أطفال للأسف ممكن أن نقي الأطفال من هذه المشاكل هذه بدال عملية جراحية واستئصال ساعات للأمعاء يعني ما بداعي نحتاج توعية نحن دورنا مع تشدكتورة توعية وأيضا أكيد أنتم عندكم بعض دور كبير في التوعية سواء في المرئي أو المسموع أو أيضا المقروع اللي سوينا قبل شم شهر لما لاحظنا الحالات هذه قامت تزيد رابطة جراحة الأطفال عندنا في جمعية الجمعية الطبية سوينا مثل بيان وتصريح بمنع مثل هذه الألعاب وخاطبنا مكتب حماية الطفل في الوزارة ومشكورين قاموا بالاتصال مع وزارة التجارة عساس أن يعني يقومون بالعمل على وقف استيراد هذه الألعاب الضارة نعم دكتور فالحين شفنا قاعد تزيد شوية الحالات فحبنا نشوف يمكن مو من يعني ما تكون موجودة عندنا للأسف قاعد يستوردون من بره عن طريق الانترنت أو يعني عن طريق الصلاة الثانية نعم فهذه لازم التوعية نتزيد والأولياء الأمور أيضا يحرصون ما يدخلون أي ألعاب واختمعات الدكتورة أيضا بعد يعني مو شرط الألعاب حتى في أمور تنوكل السبال والأفستق والبندق هذه الأشياء طبعا الأطفال يعني نحرص أن يكون في يعني أحد موجود متواجد معهم لي حماية الطفل مثل هل يعني تناول من هذه الأشياء ما نخلي الحب عندهم يقعدوني يعني ساعات الحب وتسبق أشياء وإحنا نشوف وائد مشاكل ياهل يبلع حب شمسي حب شمسي يعني حب شمسي يبلع لك ياهل كثرها وتسبب التصاقات أو تسبب انسداد في الأمعاء يعني منها دبوس هذه بعد حمادة حادة لازم نستطيع تخراجها عن طريق المنظار المعدة أو عن طريق طبعا منظار البطن نعم نعم أنت اللي قلت دكتورة كلها نصائح الله يحفظك بس إذا عندك آخر تعليق ونصيح والله أنا يعني من خلال برنامجكم هذا أتمنى من الأهالي يعني من جميع الأهالي صراحة أن يتوخون الحذر بالأمور هذه الأشياء الحادة الأشياء المضرة البغناطيس هذا لازم ينمحي من الوجود لأن صراحة وائد قاعد سبب أمراض يعني خلال أسبوع سوين أربع حالات يعني هذا خلال أسبوع واحد يعني خلال السنة كثير سيصبح فإن شاء الله سيكون في توعية ومكتب الإعلامي في وزارة الصحة سيسبب فلاشات وأمور توعوية للحث عن طريق الأهالي أن نبعد من الأشياء وهذا المطلوب وشكر لك جدا دكتورة وعساكم على القوة إن شاء الله بسمكم نشكر الدكتورة سعاد قبل استشاري جراحة أطفال ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى بن سينة